النهاردة سمعت الخبر مش اقولك بلغت بيه سمعت الخبر زينا يعني من خلال المواقع الاخبارية وكده بس لم تبلغ بيه من لجنة الحكام لا خالص النهاردة كنت بتمارس عملك عادي في لجنة الحكام كان عندنا موعد على اجتماع بالنسبة لجنة الحكام الرئيسية عشان بنحط الرتوش النهائية بالنسبة المجموعة اللي هتصعد من القسم الثالث للقسم الثاني ومن القسم الثاني لدور المحترفين والمجموعة اللي ما توفقتشه هتنزل للمستوى الادنى يعني كان ده الاساس في الاجتماع مخصص للموضوع ده بما ان الموسم انتهى بالنسبة للقسم الثالث والقسم الثاني فانت كنت في الاجتماع النهاردة الصبح ما كانش حد حتى لمحلك بشي او ابلغك بشي انت كنت تمارس عاملك بشكل طبيعي طبعا كان عندنا اجتماع الساعة 12 ظهرا واجات لي رسالة انه كابتن جمال علام طلب اجتماع مع الاجتماع الحكام الرئيسية الساعة 2 الظهر فتواصلت مع المستر بريرا فالاول قال لي هو احنا هنأجل اجتماعنا لبعد اللقاء مع المستر جمال علام وبعدين بعت لي رسالة انه لأ اجتماعنا عادي الساعة 12 وبعد ما نخلص بنوعد مع الاستاذ جمال علام عظيم بس لما رحنا حصل تغيير شوية في جدول الاعمال بتاع الاجتماع انه المجلس طالب يعني زي ريبورت او حاجة عن الاداء بتاع لاجنة الحكام بتاع لاجنة الحكام بالنسبة لدور النيل يعني المستوى او المستوى سي وان دور الممتاز فعملنا حصري طريبا احنا لعبنا 273 مباراة بما فيهم يعني مباراة الاهل والزماكن اللي ما تلعبتش عملنا حصري للحالات ان طبعا كان فيه شكاوى كتير من الاندية احنا كنا بنرد عليها في حينها يعني ايوه لقينا ان فيه 8 مباريات فقط هما اللي حصل فيهم اخطاء اثرت في نتائج المباريات 8 مباريات من اصل 273 مباراة حصل فيهم اخطاء سواء من حكم الساحة او الحكم المساعد او من حكم الفار ايما يكون يعني هم طائم التحكيم الاخطاء اللي احنا بنعتبرها بتأثر في نتيجة المباراة هي 3 اخطاء اساسية معروفة في العالم كله يعني احتساب هدف غير صحيح او عدم احتساب هدف صحيح دي حالة احتساب ركل الجزاء غير صحيحة او عدم احتساب ركل الجزاء صحيحة دي الحالة التانية طرد غير مستحق او عدم طرد لاعب ويكون الطرد مستحق دولة اتحالات الفيفا والاتحاد الدولي يعني وكل عالم بيعتبرهم اخطاء مؤثرة طيب